أحبتي في المسيح يا مرحبا بكم وجدة في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية اليوم عندنا فقرات متنوعة وجديدة وحيكون من ضمن الفقرات ناقش موضوع هل أكرم الإسلام يسوع ومسيح خلقوا معنا أعزائي المشاهدين أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة واليوم حنتكلم عن إجابة السؤال هل كرم الإسلام المسيح المسلم أول ما يقابل واحد مسيحي تلاقيه يقول الإسلام كرم المسيح ويبدأ يتكلم معك على الأساس اللي يستند عليه خلنا نحلل هذه الأسس ونشوف سوا المسلم يقول أن الإسلام أكرم المسيح أكثر من إكرامه لمحمد لأنه جاء ذكره في القرآن 25 مرة بينما محمد جاء ذكره في القرآن أربع مرات فقط لكن السؤال هو هل الإسلام كرم الشيطان أكثر من محمد والمسيح لأن الشيطان ذكره في القرآن 63 مرة وفرعون ذكر في القرآن 74 مرة المسلم يقول أن الإسلام يعترف بالمسيح كرسول وعنده معجزات وأنه بيجي في آخر الزمان هل هذا تكريم؟ لما تقول أن المسيح رسول عظيم ولكن كتابه محرف وما يجوز نتبع تعاليمه إيش تسمي هذا؟ نهيك على أن المسيح ما يشفى عن الناس يوم الحساب حسب الإسلام فهل هذا تكريم؟ على سبيل المثال لو جاك واحد مسلم ويقول أن محمد مش آخر رسول في الإسلام وأن هناك رسول بعد محمد مثل ما يؤمن الأحمديين فهل يعتبر مسلم؟ أو أكرم الإسلام محمد؟ المسلم يقول أن المسيح ما انصلب وجاء وانذل فهل تعتبر هذا تكريم؟ مع أنه الموت في سبيل قضية مهمة وصحيحة يعتبر شرف وشهادة مش محمد تعرض للأذى من اليهودي اللي كان يكب الزبال عن بيته وتعرض للذل والمهانة من كفار قريش مع أن أهل مكة وقريش والنعبهم مش كفار مثل ما يتهم الأمود الإسلام مش محمد كان يدعى أنه تعرض للسم من قبل يهود خيبر كيف يرضى المسلم قصص تصف الزب والإهانة لرسول الإسلام محمد ويرفض هذا التشريف والتكريم للمسيح موت المسيح على الصليب من أجل قضية صحيحة وبها خلاص العالم يعتبر شرف للمسيح العبرة بخواتيمها المسيح بعد ما مات على الصليب قام من بين الأموات في اليوم الثالث إذن المسيح حي إلى الآن خلاصة القول الإسلام لم يكرم المسيح حتى ولو اعترف بأنه سيجي في آخر الزمان لأنهم يعتقدون أن المسيح هيجي في آخر الزمان علشان يكون تابع لمحمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وكأنه مش هيكون غير خنزير واحد يقتله وخلاص طيب ليش ما يقتل الجمل مش الجمل ينقض الوضوء أكل لحم الإبل ينقض الوضوء طيب كيف نكرم المسيح السؤال هذا المهم كيف نكرم المسيح ومن حقك تسمع الجواب اسمع هذه الآية الذي عنده وصاياه ويحفظها فهو الذي يحبني يوحن 14.21 يعني لو ما عندك وصايا المسيح وما تسمعها فهذا يعني أنك ما تحبه إذا أنت تحب المسيح اللي مات لأجلك وقام في اليوم الثالث علشان يقيمك أنت بعد تعال له اليوم وسلم حياتك له طبعا هذا قرارك أنت وهذا بينك وبين الله اللي يحبك موت أصلي أن الرب يباركك بمعرفته أكثر وأكثر بالمسيح يسوء آمين ترجمة نانسي قنقر كنت أعمى والآن أبصر كنت عيد ولجي طريقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منك منك راحة منامي منك راحة منامي وكل عصير دي أسير كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر والآن أبصر ترجمة نانسي قنقر 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 كنت أعمى والآن أبصر وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون وبعد ريف مديون يا حجي ونوري وطريقي وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون وبعد ريف مديون يا حجي ونوري وطريقي يا سوع يا سوع يا سوع يا سوع أشكرك كل أيام يا رجاية وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجاية وسلامي منك راحك منامي منك راحك منامي كل عسير كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر كنت أعمى والآن أبصر كنت أعمى كنت أعمى ولي جيت طريقي كنت أعمى وبالآن أعمى أشكرك كل أيامي ترجمة نانسي قنقر يقول القرآن عن المسيحيين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصر وبقض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم ألا أني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح والمسيحية تقول إن المسيح هو الله والمهم هنا نعرف الحقيقة هل المسيح بن مريم هو الله أم لا وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين والحقيقة إن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح بن مريم هو الله فعلا فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبدا بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده ولعل أول شاهد على ألوهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح بن مريم فمع العلم إن القرآن يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه يعني كلمة الله وروح من الله لأن القرآن لا ينس بالمسيح لله أبدا ويصر على ذكره بالمسيح بن مريم بس وكأنه كلمة مريم وروح منه هي مش كلمة الله وروح منه أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي فنشوف خوف وحذر كبير جداً في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو كان بشكل معنوي أو بعيد وعموماً خلوني أسأل هنا هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي بشر عادي حاله حالنا اللهم تميز بأنه مولود بدون أب أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية يقول المسيح في القرآن إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمأ والأبرصة وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فالمسيح هنا يقول إني أخلق وحط خطين تحت كلمة أخلق إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني على شكل طير فأنفخ فيه فيكون طيراً يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة وبنفخة فقط من السيد المسيح لكن غريبة مش القرآن يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا يعني نفخة الله وهبت حياة ونفخة المسيح هم وهبت حياة فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح أو هل تعتقد أن السيد المسيح بشر عادي كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح يرسله يمين يوديه شمال يحيي بيها موته يهب منها حياة فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يتدخرون فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده هل فيه أحد من البشر يشبه المسيح وإذا ما فيه مثله أجل من يكون إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس صح تعتقد أنك كذا حليت المشكلة أو عقدت أكثر هل تعتقد أن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها وإذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ده المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس هو خاتم الأنبياء ورسالت آخر الرسالات وأكيد هو أولو وأحوج تكون له كل ذا المعجزات فشمعني المسيح بس ليش المسيح بس من ولادته إلى صعود مختلف تذكر الأحاديث الإسلامية إن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم فهو المعصوم من كل إثم ودنس لكن بشر عادي إنسانه بشر عادي يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة فممكن تسأل نفسك من يكون ليش هو بس القادر على كل شيء اسأل نفسك هل عادي كل ذا الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك السيد المسيح كان آية متحركة لمسته تهب شفاء وقوة كان يقول للشيء كن فيكون اشفي اطهر قم ابكم اخرج كل شيء به كان ومن غيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه إنه المسيح فقط وليس أحد سواه يقول أنا والآب واحد الذي رآني فقد رأى الآب هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل يخلق ويحيي ويهب حياة يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح وكل هذا بمجرد كلمة كل فيكون يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع نعم إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك عاش بيننا وتحمل أو جاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث مش إحنا المختلفين فيه لأننا نعرفه تمام المعرفة لكن حاول أنت تتعرف عليه فعظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وشكرا لكم على المتابعة وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم في أمان الله يا الله بسمك خلصني وبقوتك أنصفني يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي لأن غرباء قاموا علي وعتاتهم يسعون إلى قتلي وما خلوا الله قدام عيونهم هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضي يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة وفقرة الاختبارات وصلنا إلى اختبار من الأخ الجيم من المغرب الأخ الجيم يقول الإنجيل عمل فرق في حياتي قبل الإيمان لم أكن أعرف كيف أصلي ولكن بعد الإيمان أصبح الإنجيل مركز حياتي وأصبحت أصلي بنفس اللغة والصياغة الموجودة في الإنجيل وأيضا خدمني الإنجيل في إدارة الاجتماعات والمقابلات تعلمت أن الروح القدس يصلي معي وأيضا عرفت أن الملكوت موجود في داخلي وهذه هي المسيحية الحقيقية بدأت معرفة الله الحقيقي تكبر في داخلي وأصبحت أحبه أكتر وأكتر في السابق كنت أخاف من أهلي أن يعرفوا بإيماني ولكن الآن أؤمن بالله وأنه هو من يدير جميع جوانب حياتي والرب هو من يرسل الناس ليساعدوني وساعدوا أقاربي وأنا ممتن جدا ليسوع المسيح لكل إحساناته آمين الرب يباركك يا أخي الغالي جيم من المغرب والرب يستخدمك لخلاص كثير من النفوس قل آمين آمين أحبة المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر